اشتركوا في القناة المجموعات وطبعا بداية قواية جدا قدام لإسماعيلي ثم فوز أمام البنك الأهلي ثم طبعا خمسية الزمالك اللي الحقيقة الناس مستكتر على جماهي النادي الأهلي إنها تفرح بيها يعني إحنا لسه ما فاتش يمكن 24 ساعة أو 48 ساعة على المباراة وابتدت حرب الإشعاعات تضرب في كل أركان النادي الأهلي يعني أنا من ساعة ما ماتش الزمالك خلص لغاية لما قابلت حضراتكم دلوقتي سمعت كم كبير جدا الإشعاعات كلها مرتبطة بلعيبة ماشية بالنادي الأهلي ولعيبة رفضها أو رفض مستر المسلماني إنها تكمل أنا مش أقول أسماء يعني عشان ما يعني ما زودش الموضوع لكن ناس بتقولوا مستر المسلماني محدد أسماء لعيبة بعينها ماشية خلاص فهمش عايزها في الفرقة ولعيبة تانية خلاص تم الاتفاق على رحلها في انتخالات يناير وبالفعل تم اتفاق بين النادي الأهلي وبين إدارات أندية تانية عشان تبين لعيبة معانة ولعيبة تانية غضبانة إنها بتشاركش كل الإشعاعات دي لا أساسة لها من الصحة وهدفها إنها تربك بداية المشوار الناجح لنادي الأهلي وتضرب حالة الاستقرار الموجودة في نادي الأهلي واللي بالتأكيد بالتأكيد هي واحدة من أهم عوامل النجاح اللي بحقق نادي الأهلي حتى في أصعب الظروف لكن محدش يقدر يزعلنا والأهلوية فرحانين جدا على الرغم إنهم كان نفسهم وكل الناس الحقيقة بتتكلم إن إحنا كان نقدر نوصل لسبعة أو تمانية ونعمل ريكورد تاريخي في المباراة دي لكن الحقيقة الناس راضية بالخمسة ومبسوطة جدا وإن شاء الله اللي جاية هيكون أحلى وأمتع المهم خلينا نفتح ملفاتنا وخلينا كمان نتكلم على منتخب مصر طبعا والمباراتين اللي بينتظروا أمام أنجولا والجابون النهاردة في مباراة مهمة جدا لعشاء الكرة الإيطالية الكالتشو عندنا دربي وكلاسيك ومن الكلاسيكيات المهمة جدا إيسي ميلان في مواجهة إنترناسيونالي نهاردة المباراة هيتباحة كل عشاء طبعا الميلان والإنتر في مصر وأعتقد أنها تكون مواجهة من العرد تقيل وبالمناسبة ومناسبة الكلاسيكيات والدربيات وأنا هتكلم على ده في الحلقة النهاردة أنا بشوف أنه مقمتش الأهلي والزمالك واحد من أمتع الدربيات اللي تلعبت السيزن ده على حساب برسا وريال الأهلي والزمالك الدربي الإيطالي بين الميلان وبين الإنتر خلينا أفكركم بسؤال حلقتنا على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا مين هما والحقيقة الإقبال تاريخي تاريخي يعني على مدار الوقت اللي فات ده مش قادرين نتابع لأنه النسب مختارة كل الأسماء تقريبا وأنا زي ما قلت لكم والسؤال ده في مطش زي ده هيكون صعب جدا وبأكيد الفرقة كانت كلها نجوم بس عشان زي ما اتفقنا وزي ما أنتم عارفين سيناريو السادسة لازم نختار بس أفضل ثلاث لعابين من وجهة نظاركم في مباراة الزمالك الأخيرة والاختيار صعب لأنه الناس مختارة يعني حتى على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة وإحنا بنتابع إجابات الأسئلة تقريبا كل أسماء فريق النادي الأهلي اللي شاركت كانت حضرة في اختيارات الجماهي طيب نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والعنوين المنتخب المصري يبدأ معسكره المغلق اليوم واستبعاد مرموش للإصابة كيروش يمنع الحديث تماما عن القمة داخل معسكر برج العرب موافقات مبدئية على حضور خمسة ألاح مشجع لمباراة مصر والجابون جونسون صلاح يخفي عيوب دفاع ليفرفول وصحف إنجلترا تطالب برحيل سولشاير طيب أنا هسيبني من الإشاعات دلوقتي بس هرجع لها تاني بس خليني أبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة من منتخبنا الوطني وطبعا حضراتكم عارفين من منتخب النهاردة بيبدأ المعسكر المغلق بقيادة الموديل الفني كارلوس كيروش عشان الفرق إن شاء الله بإذن منتخبنا يعني سافر يوم عشرة لأنجولا حيسافروا بالمناسبة كمان على طيارة خاصة عشان يخدوا المواجهة الأولى من المواجهتين المتبقيتين سواء مع منتخب أنجولا يوم 12 أو مع الجابون هنا إن شاء الله في مصر يوم 16 ومفترض أنه رحلة إن شاء الله المنتخب يسافر بالسلامة إن شاء الله يوم عشرة وكل اللعيبة النهاردة والجهاز الفني يمكن عملوا المسحة الطبية عشان طبعا لقدر الله يعني ما يكونش إن شاء الله أنا تمنى ما يكونش فيه أي إصابة بفيروس كورونا وانبرحنا يمكن أعلننا على حضراتكم القيمة وكلمنا على اختيارات الراجل ومن انبرح للنهاردة الحقيقة من ساعة ما تم الإعلان عن القيمة وفي حالة جدل على أسماء تم اختيارها وفي أسماء تم استبعادة يعني حراسة المرمى خلينا رجحها عشان اللي ماعرفش يعرف أو اللي ماسمعش يسمع في حراسة المرمى عندنا طبعا الشناوي من الأهلي أبو جبل من زمالك محمد صبحي من فاركو محمود جاد من أمبي عندنا في خط الدفاع أكرم توفيق أحمد فتحي أحمد حجازي أحمد ياسين وده وجه جديد لعف البنك الأهلي بينضام الأول مرة المنتخب مصر كمان أيمن أشرف من الأهلي محمود علاء أحمد فتوح محمد حمدي الوينش من زمالك وفي خط النص في ناني في حمدي فتحي في عمر السلية في إمام عشور في عبدالله السعيد في مصطفى فتحي في خط الهجوم في محمد شريف وفي أحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومروان حمدي اللعب سموحة ومعاهم طبعا نجمنا المصري سوبر موة ومحمد صلاح نجم ليفربول ومعاهم محمد مجدي أفشا ومن الأسماء اللي تم استبعادها وكانت مع المنتخب الفترة اللي فاتت أحمد سيد زيزو طارق حامد وابراهيم عادل ورمضان صبحي من بيرميدز أحمد حسن كوكا مهاجم قنيا سبوت وياسر إبراهيم مدافع الأهلي وبهر محمدي مدافع الإسماعيلي ومحمد بسام حرس الطلايع رغم أن هم زي ما قلت لكم كانوا موجودين في معسكر ليبيا وفكرة الاختراض بتاعة برموش اللي نوافع معاه بالمناسبة ياسين مدافع البنك الأهلي يعني اتفرجوا عليه الولد ده ليه مستقبل كبير جدا 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 يمكن يكون صعب شوية ياخد فرصة في المطش أو في المطشين اللي جايين مع منتخب مصر لكن افتكروا الاسم ده كويس جدا الولد ده هيكون ليه مستقبل كبير جدا جدا ولد واعد يعني وراجل يبدو أنه هو كمان يعني انا بعتقدش يمكن الميزة يعني بتبقى واضح قوي مع الموديل الفانيين الأجانب أنه الناس دي ما بتحبش وتكره والناس دي ما بتفكرش بمبدأ أن أنا أعمل التوازنات اللي يمكن شوية ممكن بعض الموديلين الفانيين ومصريين يلجأوا لها وده مش عيب مش عيب أنك انت ترتاح للعب معين أو تحس أنه اللعب ده هيقدر يخدم فكرك يخدم طريقتك بالشكل الأنسب لكن الأجانب ما عندهمش القصة دي الأجانب اللي يكسبني ألعابه الأجانب اللي هينفذ عندي أو اللي أشوف فيه بصرف النظر عن بقى اسم النادي بصرف النظر عن مشواره بصرف النظر عن نجوميته الكلام ده ما بيكلش مع الناس دي عشان كده شوية يمكن كارلوس كيروش في المعسكر الأولاني والمعسكر التاني أثار حالة جتل حضرتكم فاكرين طبعا استبعاد محمد مجدي أفشا ومحمد شريف وأنا قلت حتى كمان أنه مصطف فتحي كان يستحق أنه يكون موجود مع المنتخب المصري في الوقت ده بعد الموسم الرائع اللي أدام سموحة المرة دي اختار أسماء ممكن يكون عليها علامة استفهام لأنه يعني ناس كتير شايفة أنه مقدمتش مردود يترجم أو يستاهل أنه ينضموا فيه المنتخب مصري وتم استبعاد أسماء تانية كان من الورد جدا أنها تكون يعني تاخد فرصة فيه المنتخب في التوئيد لكن في النهاية برضو خدوا بالكم أن طريقة التفكير ممكن تكون مختلفة يعني ممكن الرجل يكون بيبعث رسالة أنه أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأنا الوحيد اللي لايه حق اختيار اللاعبين اللي ينضموا للمنتخب وبالتالي بيبعث رسالة للتأكيد على قوة شخصيته من بداية مشواره دي نقطة والنقطة التانية ممكن تكون ممكن يكون طريق تفكيره كده والراجل يخدوا بالك وعنده سي في محترم جدا فكرة أنه يخلق الدافع شوية يعني فيه لعيبة بتلعب أو فيه لعيبة بتتواجد في المنتخب وهي ضمن مكانها في المنتخب فيه لعيبة عارفة أنه المنتخب لما يجي يلا فيه تجمع أو معسكر أو مبراه ضمنين أنه هما هيكونوا في الاختيارات فهو بيقول لا مش بالضرورة تكون ضمن مكانك في المنتخب ومحتاج تبزي المجهود ومحتاج تحافظ على مستوىك ومحتاج تخلق الحالة التحدي دي عشان تبقى موجود معايا في المنتخب وممكن دي برضو تكون طريقة تفكير نهارده بالمناسبة عمر مرموش نجم المنتخب واللي تقلق في مباراتي ليبيا مش موجود طبعا مع المنتخب في المعطشين اللي جايين وده بعد التنصيق اللي تم بين جهاز المنتخب وبين نادي شتوتجرت الألمانية عشان اللاعب مصاب وهيخضع البرنامج علاجي عشان كده تم إعفاؤه من الانضمام لمنتخب مصر في المعطشين دوله نتملل وان شاء الله عمر حقيقة يعني يقدم أوراعة ماده خلاص في المنتخب واعتقد برضو هيكون ليه مستقبل كبير جدا مع المنتخب المصري في الفترة اللي جاي هنتابع عمر مرموش النهاردة وهنتابع كمان بيلعبوا في مونشن جلادبخ في وحنا زي ما بنعودكم دايما في السادسة بنجملكم من جمه المصريين اللي يمكن يكونوا بعاد عن الأضواء مصطفى أشرف مصطفى واحد من لعيبة مونشن جلادبخ اللي هنتكلم عليه من نهاردة في السادسة بالتفصيل خلينا كمان نقول أنه أول جلسات كارلوس كيروش مع لعيبة المنتخب يعني راجل أفل تماما باب الحديث عن لقاء القمة وعن فوز الأهلي على الزمالك ويعني منع تماما الكلام في الموضوع ده وطلب من كل اللعيبة أنها تركز بس في المباراتين اللي جايين للمنتخب سواء أنجولا أو من بعدها الجابون كمان مصدر في اتحاد الكورة أكد أنه في الوقت الحالي بيتم التواصل مع الجهات الأمنية وإن شاء الله بإذن الله يعني تتم الموافقة أنه مطش مصر والجابون المطش التاني اللي هتلاعب هنا في مصر يكون فيه سماح لحضور جماهيري يقدر تقريبا بخمس سلاف وده اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله هو اللي كان مطلوب في الأول 30 لكن يبدو أنه رقب كان كبير شوية يعني وصدنا الخمس سلاف وأعتقد أنه منتخب مصري يستحق أن يكون موجود معه العدد ده من الجماهير طيب نروح بعد كده لجلين جونسون الحقيقة نجم ليفر بول السابق اللي يمكن كان ليه بعض التصريحات المرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح واللي اتكلم فيه على أنه قدرات صلاح وقدرته على سحب فرقته وعلى أنه يكون واحد من أهم المصادر الخطورة في مطشاط الفريق في الدورة الإنجليزية بتخفي إلى حد كبير جدا قدرات أو ضعف أو خلل معين في طريقة يورجين كلوب مع ليفر بول وأشهد الحقيقة جلين جونسون بالنجم محمد صلاح والموسم الاستثنائي الأكتر من رائع اللي بيقدمه ونتمنى إن شاء الله أنه ده كمان يبان ويترجم مع منتخب مصر قال كمان هو الحقيقة لا أعتقد أنه هم يمروا بنفس الحالة أو بيتمتعوا بحالة صلبة كما كانوا من قبل ويمكن ده مرتبط شوية بفرجل فندايك يعني أعتقد أنه خط دفاع ليفر بول بقياة فيرجل فندايك قبل إصابته يختلف بشكل كبير جدا حتى في وجود ماتيب وحتى في وجود العناصر المميزة في فيربول أعتقد أنه دفاع ليفر بول تأثر بشكل كبير جدا بإصابة فندايك وغيابه لفترة طويلة وده أثر عليهم سلما طبعا في الناحية الدفاعية طب نروح مع حضراتكم لجولة في الصحف العالمية ورصدنا لحضراتكم يمكن أهم أخبار وعناوين الصحف مبارح كان في لقاءات كتيرة جدا مهمة كان عندنا في الدورة الفرنسي قمة جامعة بين بوردو بين باريس سان جورمان كان عندنا طبعا منشستر سيتي ولمان يونيتد وخلينا ناخد كده جولة في الصحف والبداية من إنجلترا مع دا سان الإنجليزية واللي يمكن ركزت على خسارة منشستر يونيتد في الديربي أمام السيتي بنتيجة 2-0 والمطالبة برحيل سولشاير كويت ناو سولشاير أو كويت ناو أولي وده أعتقد يمكن يكون المصير المقدر أو المحتوم لسولشاير في فترة عجز فيها عن قيادة كتيبة رائعة حقيقة من النجوم كتير توقعوا أنه المان يونيتد هيعود لسابق عهده السنة دي وخصوصا بعد انضمام رونالدو بعد انضمام سانشو بعد انضمام فاران ومع وجود كافاني ومع وجود راشفرد ومع وجود بول بوكبا وغيرهم من النجوم ولكن الحقيقة النتائج ومش بس النتائج يعني اللي اتفرج على الماطشوين برح كمان يدرك تماما أنه الفريق مالوش شخصية الفريق غير قادر على أنه يسيب بصمة غير قادر على أنه يمثل خطورة رغم الأسماء المحترمة جدا الموجودة فيه والحقيقة يمكن كتبت دي سان على لسان روي كين واحد من أساطير المان يونايتد طبعا أنه بينصح في الفترة اللي جاية يعني إدارة منشستر يونايتد بالتفكير في تغيير المدير الفني وأنا يمكن من بداية الموسم وفي الفقرة العالمي هنا كل يوم أربع كنا منتكلم على إخفاقات سولشاير المتتالية وأنه من الأسماء المرشحة جدا لتولي المسئولية كان في الأول كونتي وأعتقد أنه زيدان هو ممكن يكون المرشح الأقرب في الفترة المقبلة نروح من دا سان لتوتو سبورت الإيطالية اللي حقيقة يمكن ركزت على فوز اليوفي طبعا وكلمت على النهاردة الدربي اللي بقوله حضراتكم دي كانت العنوان الرئيسية العنوان الرئيسية في توتو سبورت دربي اللي هيحصل بين اسي ميلان والإنتر وفي صدارة الغلاف يمكن صورة لعيقونة الميلان إبراهاموفيتش في مواجهة جاكو طبعا مهاجم الإنتر كارياري دي السبورت الحقيقة برضو ركزت على دور كوادرادو في فوز اليوفي وكلمت على انتصار اليوفي في محاولة طبعا لاستعادة بريخه مرة تانية في الدوري الإيطالي كلام كمان كان على فوز أتلانتا وفوز كالياري والحقيقة يمكن كمان صحيفة ماركا الإسبانية اللي كلمت بشكل كبير جدا على فوز ريال فوز ريال مادريد على رايو فاليكانو بنتيجة اتنين واحد وكتبت بفارق عشر نقاط عن بارشونة طبعا ده ايدياز دالبرسة يعني بفارق عشر نقاط عن بارشونة بيتقدم الريال والبرسة مازال يعاني ويمكن طبعا في الصحيفة اللي بعدها سبورت بيان بنيدو لتشابي هرنانديز نجم البرسة اللي عاد مرة تانية عشان يتولى مسؤولية الإدارة الفنية لبارشونة لكيب الفرنسية نيمار إكلير لبي أس جي او نيمار يودي فريس سان جيرما طبعا دي لقطات شابي في مدرجات الكاب نو كان بيحضر واحدة من مباريات فريق البارشونة به ورصادته طبعا عدد الكاميرات وكنا اتكلمنا على خبر انتقاله طبعا وتركه لقطر عشان يتولى مسؤولية البرسة واعتقد انه يملك الشخصية ويملك الرصيد اللي يسمح له الحقيقة انه يبدأ مشوار تصحيح المصار بالنسبة لفريق ونادي بحجم بارشونة نختم مع الكيب الفرنسية والاكيب الحقيقة زي ما قلت لكم نيمار يكلان له بي اش جي او نيمار يودي الفي اش جي حابي ان دي حاجة ليه علاقة بالركبي ومنتخب فرنسا لكن الحقيقة نيمار تقلق مبارح وقاد فريق فريق سان جيرما لفوز مميز جدا على بوردو بنتيجة ثلاثة اثنين احرص فيهم نيمار هدفين ولا ارواع منهم واحد من اسيست زي ما كده الاسيست بتاع كان معنا كابتن خلت جدالة بيكلمه على اسيست عمر السلية وقال انه علامي وان الجول اللي احرازه محمد شريف ثلاثة علامي بالضبط كان تقدر تقول انه الاسيست بتاع امبابين برح لنيمار الهدف التاني البي اش جي كان علامي وكان احراز نيمار الهدف برضو اكتر من رواح دي كانت جولة في الصحف نروح سريعا جدا للدوري الالماني ومجهزين لحضراتكم لقطات من اهم المطشوات البداية مع بايرن بام يونيخ اللي قدر ان هو يكسب ترايبر بنتيجة اثنين واحد الهدف الاولاني احرازه طبعا نجم خطوس باير منشن جورتسكا وفتح التسجيل لبايرن الهدف التاني الحقيقي كان بتوقيع لبندفسكي نجم هجوم بولندا ونجم هجوم الباير منشن الفونسو ديفيز يا جماعة واحد من اروع واقوى الباكات الشمال على مستوى العالم ديفلكشن من ليروي ساني استقبلها في المكان المناسب طبعا لبندفسكي عشان يحرز الهدف التاني وبايرن بيعيش موسم اعتقد باستثناء خمسية مونشن جلوب بخ هو موسم كويس جدا في قيادة تحت قيادة ناجلزمان طبعا المدير الفني لباير منشن لكن فرايبورج لا يستسلمش الحقيقة وقدر انه يرجع في المباراة مرة تانية صحيح ما قدرش يعدل النتيجة لكن قدر يحرز هدف في مرمى مانويل ناير ودي في حد الزات هتعتبر برضو يعني اضافة قوية جدا لفرايبورج في المباراة وانتهت المباراة بفوز باير ميونيخ على فرايبورج نتيجة 2001 لايبزيج على دورتموند الحقيقة مباراة اكتر من رائعة وفيها كانت ندية قوية جدا وعلى الرغم من طبعا من تاريخ ومن رصيد دورتموند ومقارنة بلايبزيج اللي يعتبر فرق من الفرق حديثة العهد في الدوري الألماني لكن الحقيقة قدر لايبزيج انه يتقدم فيه بداية المباراة بهدف وقدر بروسيا دورتموند انه يرجع فيه المباراة مرة تانية وهدف التعادل قدر يسجله ماركو رويس طبعا نجم نجوم ألمانيا ونجم نجوم بروسيا دورتموند واحد من اللاعبين الأساطير اللي حقيقة كانوا يستحقوا بكتير جدا أكتر بكتير جدا من التحقق لكن تمسكه باللعب في دورتموند هو يمكن اللي حرمه من مجد كبير جدا كان ممكن يحققه ده هدف تاني للايبزيج على يمكن غير المتوقع وعلى عكس بصير المباراة قدر بلايبزيج انه يحرز الهدف التاني ويفوز بالمباراة نروح لهوفنهايم ولقطة يمكن أصرت جدل في بداية المباراة ضرب الجزاء ومش ضرب الجزاء حارس المرمى أصر وياريتو لم يصر على تسديل المرمى لأنه سدتها زي ما حددتكم شايفين كده في المدرجات حارس مرمى فريق بوكم طبعا كرة عرضية أنا عايش حالكم شوفوا بقى القصة والحكاية والرواية ابتدت ازاي باس اتنين جون من تلت الملعب من نص ملعب هوفنهايم قدر انه هو يسجل هدف طبعا في المرمى الفاضي أو الخالي من حارس مرمى عشان تفوز أو يفوز هوفنهايم بنتيجة اتنين صفر فاصل ونرجع لحضراتكم على طول في السادسة خدت بالك أنت من النمار في المركز الخامس وقبله أسماء زي لياو وزي تراوري وغيرهم من الأسماء اللي يمكن ناس كتير جدا ما بتسمعش عنهم أو يمكن حتى ما تكونش عرفهم ويمكن دي تكون قريبة شوية من فلسفة الفرق الألمانية في استخطاب النجوم اللي بتقدمهم للعالم وبيبقوا ناس من من أهم الأسماء ونجوم كبار جدا زي على سبيل المثال طبعا باير ميونيخ اللي قدم للكرة العالمية عدد كبير جدا من الأسماء ألفونسو دايبيز جنابري كومن اللي ترك أو تركه بالفعل بي أجي وبقى واحد من أهم النجوم البايرن النهاردة زي ليفندفسكي اللي بقى أهم وأفضل مهاجمي العالم وده ياخدنا أكتر للكلام على الكرة الألمانية مع ضفنا من خلال فيديو كونفرنس مانويل فيشر نجم شتوتجرت وهمبورج السابق اللي في البداية طبعا برحب بيه على شاشة الأهلي وبشكره على وجوده معاين شكرا جزيلا تحياتي لكم مستر فيشر خليني أبدأ الحقيقة الكلام معاك عن نجم شتوتجرت اللعب المصري عمر مرموش تقييمك لأداءه رؤيتك لمشواره في فترة أعارته للفريق شتوتجرت بكل تأكيد عمر لاعب رائع فعلا تم انتقاله على سبيل الأعارة من فريق فولسبورغ لشتوتجرت في الفترة الأخيرة يمتلك إمكانيات عالية وتابعه هو لاعب صغير في السن 22 عاما ويظهر بشكل جيد تقييمك لأداء وحتى اللحظة وهل ترى أنه فيه إمكانية لإستمراره مع شتوتجرت أم أنه الفرصة الأكبر أنه يرجع لفولسبورغ مرة تانية حتى الآن أرى أنه من الأفضل هو أن يظل مع شتوتجرت وتمنى ذلك لأنه يظهر بشكل جيد وهناك بعض الاندماج مع الكتيبة في شتوتجرت بغض النظر عن وجوده مع فولسبورغ أو شتوتجرت من وجهة نظري هو من الأفضل لأي لاعب صغير مثل عمر مرموش هو تواجد في أرضية الميدان واللعب باستمرار مع الفريق بدلا من الجلوس على الدكا وهذا ما أرىه وأرى أن شتوتجرت هو المكان المناسب لظهور عمر مرموش بشكل رائح خليني أسألك على متابعتك لإسم يمكن إسم لعب مصري يصاعد في الدوري الألماني بلعب مع مونشن جلاتبخ هو مصطفى مصطفى أنتوا بتسموه مصطفى مصطفى خليني أعرف هل تابعته هل شفته تقييمك لإمكانياته وإزاي شايف مستقبله في الدوري الألماني بكل تأكيد فريق منشن جلاتبخ هو فريق رائع وفريق مهم وشيط لمعظم اللاعبين ويجذب معظم اللاعبين فعلا مصطفى يظهر بشكل جيد أيضا هو لاعب صغير في السن وأعتقد وأرى أن لديه مستقبل باهر وقوي مع الفريق مونشن جلاتبخ هو فريق ينافس بقوة ويظهر بقوة في البوندسليجا بكل تأكيد هو يمكن الفريق ده لفت نظر ويمكن خليني أعوف مع خمسية مونشن جلاتبخ في باير مونيخ يمكن الهزيمة الأثقل لباير مونيخ من فترة طويلة إزاي شفت المباراة دي وكانت تقييمك إيه لأداء الفرقتين أنا أعتقد كانت بالنسبة لنا جميعا مفاجأة كبرى ليس فقط لفريق البافاري أو مشجعي بالنسبة لنا جميعا كمشجعين كرة القدم في العالم مونشن جلاتبخ فعلا يمتلك توليفة وكتيبة رائعة ويظهر بشكل رائعة وأيضا يقدم مباريات قوية أنا شخصيا فوجئت بهذه الهزيمة السقيلة المزلة من وجهة نظري باين ميونيخ يستطيع العودة بكل تأكيد هل بترتفق مع فكرة أو مع مبدأ أن باين ميونيخ بيعتبر القطب الأوحد للكرة الألمانية يمكن على فترات وعلى أزمينة مختلفة يكون ليه فريق منافس أساسي ممكن في فترة من الفترات يكون أو كان منونشن جرباخ ظهر بعدها باين ليفركوزن ظهر بعدها بروسيا دورتموند في السنوات الأخيرة بقى ليبزيج متفق مع المبدأ وشايف تأثير أو ده تأثيره على مسابقة الدوري الألماني البونزليجا في هذا الوقت نعم أتفق معك الفريق البافاري بغض نظر عن خروجه من كأس ألمانيا ولكن أعتقد فعلا أن الفريق البافاري أو باين ميونيخ دائما يمتلك كتيبة رائعة وقوية وكواليتي لعبين جيدين وهذا ما يساعده في التقدم بشكل دائم من وجهة نظرك إيه اللي يحتاجه فريق زي شتوتكارت عشان يقدر ينافس ويرجع مرة تانية لمنصات التتويج أعتقد أن شتوتكارت في هذه فترة يعاني بعض الشيء ولكن يمتلك لعبين جيدين شباب هناك الخليط بين عنصر الشباب والخبرة ولكن أنا أرى أن لدي فريق يمتلك قدرات أيضا قوية ولكن معظمهم شباب فريق صغير وكي يستمر في المنافسة وينافس لابد من اللعب مع بعض بشكل كمنظومة بشكل أفضل من ذلك سؤال أخير عن اللعبين المصريين بما أن احنا تكلمنا على عمر مرموش ومصطفى لفترات طويلة كان الدوري الألماني هو الوجهة الأولى للعب المصري اللي بيحترف في الخارج وشفنا تجارب نكحة جدا في عدد من الفرق يمكن أهمهم كان محمد زيدان للعب لماينز وصم تقلق مع دورتموند هاني رامزي طبعا في التسعينيات مع كايزر سلاوتن منهم سمير كامونة عمارة ياسر ردوان عدد كبير من الأسماء أحمد صلاح حسني ومع تقلق الجيل الجديد الحالي من النجوم المصريين في ملاعب أوروبا ما شفناش اهتمام من الأندية الألمانية باللعب المصري تفسيرك لده ايه سؤال شايك ورائع فعلا هو مهم جدا عندما يلعب أو يحظر اللاعبون بفرصة للعب للبونتوسليجا لأن البونتوسليجا لديها قدرات ويذرون إلى الكرد خاصة على سبيل المثال في الأول الأخيرة عمر مرموش عادة كلاعب مصري لتواجد بشكل رائع أن رمو صلاح هو اللاعب الكلاسيكي من أحسن اللاعبين في العالم في هذه القاونة خارج البونتوسليجا طبعا مع ليفربول ولكن كما ذكرت أنت فعلا يعني ليس هناك من اللاعبين الكثيرين المصريين في البونتوسليجا طيب قبل المنتخب الألماني ومرحلة هانسفليك يهمني أسألك على الأندية الألمانية وبعيدا عن مسابقة الشامبينز ليج اللي يمكن يكون لها متطلبات ومعايير خاصة ويمكن يكون البيرن بيمثل فيها الأندية الألمانية لكن في مسابقات تانية زي اليوروبا ليج هناك غياب تام للأندية الألمانية وعدم قدرة على المنافسة على تحقي اللقب في حين مثلا نشوف أندية من أسبانيا دايما حضرة دايما بتنافس فياريال بيعملها يعني عدد كبير من أندية الوسط تحديدا بتقدر تظهر في مسابقة اليوروبا ليج وبتوصل لنهاية المشوار وبتحقي اللقب ليه الأندية الألمانية عجزة عن تحقيق ده معلوماتي ليست جيدة حول هذا الموضوع ولكن أستطيع أكاد أن أجزم ربما بسبب الكورونا و ما مرينا به في العوام الماضية بسبب كورونا قد أثر بشكل كبير عن تواجد الفرق الألمانية في اليوروب ليج أو في دوريات الأوروبية ولكن أعتقد ذلك من وجهة نظري هو كان سبب مهم كل الفرق بتستعد للمسابعة الأهم على مستوى أوروبا هي بطولة من وجهة نظر من الفرق الأقوى أو لديها حظوظ لتحيي اللقب باير ميونيخ متواجد بشكل رائع ودائم في الشامبينز ليج وعندما تحدث عن فريق ألماني أو فريق ألمانية أخرى دورتمون وأيضا عندما تحدث على باير ميونيخ أعتقد أنهم لديهم حصوص كويسة أروح لهانس فليك ومرحلته في قيادة الماكينات الألمانية تقييمك لمشوار هانس فليك من بدايته وهل استعاد أو صحح المصار إلى حد كبير نعم بكل تأكيد أنا نرى يظهر بشكل قوي ورائع نعم يستطيع هانس فليك العمل على تطوير الفريق والعمل على وجود هذا الترابط ما بين اللاعبين الشباب والخبارات وينظر لهم بشكل كويس وهذا ما يمتاز به هانس فليك عن المدربين الآخرين من وجهة نظري لو طلبت منك تختار أفضل ثلاث مدربين في العالم وأفضل ثلاث لعبين في العالم الأسماء التي سيختارها مانيوال فيشر عندما عندما تحدث عن أفضل اللاعبين في العالم ليفاندوسكي روبرت من أهم المهاجمين واللاعبين لعب كلاسيكي أيضا بالنسبة لي مصلاح بكل تأكيد ولاعب مهم ولابد أن يتواجد في الترتيب من أفضل اللاعبين في العالم بكل تأكيد يستحق كذلك ولاعب رائع وميسي ورونالدو لابد علينا أن نذكرهم لابد أن لا ننساهم هم أساطير بكل تأكيد ولاعبين كلاسيكين وافضل ثلاث مدربين فانيين تذكر المدربين ألمان بشكل عام بشكل عام ألغمي نظر يشكي بكل في ألمانيا مستوخل مدرب ألماني بكل فعل يظهر بكل تأكيد يظهر مع تشيلسي بشكل رائع مورينيو من وجه نظري أنا بحب طريقة لعبه وبحبه جدا مانيو الفيشر ناجم شتودجرت و هامبرج السابق طبعا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة فاصل ونرجع نتكلم عن القمة 123 ونتكلم على مشوار النادي الأهلي اللي جاي إن شاء الله وبالتأكيد منتخب مصر حاضر معنا في السادسة بعد الفصل يعني بدون مبالغة ما فيش جمهور كرة في الدنيا على مستوى الكرة الأرضية كلها مش بكلام حقكم على مستوى مصر وعلى مستوى أفريقيا وعلى أطر كلمكم على مستوى الكوكب فيش جمهور الدنيا فرحان بفرقته شبعين بطولات زي جمهور نادي الأهلي وإحنا بنلعب مطشط كتيرة جدا وبنوصل لكم كبير جدا من الألقاب وبنلعب في نهايات أفريقيا وبنلعب في كاس العالم وبنقابل فرق من العرد تقيل لكن تفضل مباراة الأهلي والزمالك في حتة تانية خالص وليها تقوس وليها ناس معانا تحب تتفرج معاهم وأول ما نمطش يخلص فيه ناس معانا تحب تبعت لهم يعني خلينا نتكلم كده على الخماسية بتاعة الزمالك للأهلوية كلهم فرحانين بيها لغاية الآن مع ضفنا النهاردة ونجمينا طبعا كابتن عمر الحديدي مساء خير كابتن عمر مبسوط؟ هاوي الحمد لله يا رب دايما والأهلوية كلهم مبسوطين حقا طبعا بص أول حاجة يعني ما نقدرش نقول غير ألف مليون مبروك لمجلس دارة نادي الأهلي بصفة عامة وبصفة خاصة كابتن محمود الخطيب ألف مبروك للعيبة ألف مبروك لمستر موسيماني لتشكيك في إمكانياته ألف مبروك للمكر والدهاء كابتن ساد عب حفيظ ألف مبروك للعيبة اللي قالت احنا موجودين والصفقات والإمكانيات والإبداع والتطور والقالية في الأداء اللي احنا شوفنا تفرجت بترجع المطش دارة على حد معاين كابتن عمر ابني لازم ابني يوه بنشوف حاجات فيه سريخ وحاجات كده غريبة بتحصل وأول حد كلمته بعد ما نمطش خلص الرئيس بتاعي كان رئيس مصلحة دارة بالمصارية والصدر عمد سامي هل يبدأ وبدأ ويبدأ ويقول اللي نفسك فيه طيب نتكلم على المطش ازاي شفت المباراة وازاي شفت الطريقة اللي لعب بيها مستر موسيماني وازاي شفت التشكيل اللي يمكن واضح انه طريقة جديدة يعني ما كانش مفاجأة لنا في المطش ده هم من مطش الإسماعيلي ومن قبله مطش البنك الأهلي وهو بيلعب بالطريقة دي وتقريبا يعني بنفس الأسماء بص أنا الراجل ده أطلقت عليه أتعلم المكار مكار هادي قوي مش منفعل لغى جمال حديث صحفية مفيش كلام في الميديا خالص سيطر ونفذ على اللي هو عايزه من أول عشر دقايق أول عشر دقايق كل الناس تخيلت ان النادل أهلي بره الجيم في استحواز بسيط فجأة ابتدى يشتغل بفكره هو اللي هي الثلاثة اربعة تلاتة بس بأسلوب مختلف احنا مش متعودين عليه تمالي احنا بنتعودين ان حمدي فاتحي بيبقى الديفندر اللي بنقول مثلا حمدي قدامه ديونج والسولية لا المرضي ده لعب بثلاتة نفس الفكرة العمري من سرفايسة زمان او لما أبدع بثلاتة خمسة اتنين ما حدش كان متخيل ايه الطريقة اللعبة دي اشتغل بحمدي واشتغل بأيمن واشتغل ببانون عايز يعمل ايه عايز يبقى بدر تحت اكرم ويشتغل معاه في هدوء ويميل عليه شوية عمر السولية واشتغل بأيمن أشرف تحت علم علول عشان يديله ارتياحية انه يزيد زيادة معينة في الحتة الهجومية ويميل عليه ألو ديونج في الوقت اللي هو اشتغل فيه في العشر دقايق ابتدى يبص على مفاتيح نادي الزمالك اللي الناس كلها متوقعها بين شرقي وزيزو وبص على النقطة اللي هي همزة الوسط ما بين نص الملعب والفيرود اللي هو أوباما وبتدى يشوف الصغرات اللي في نص الملعب اللي بتدور ما بين طريق حامد وما بين امام عشور وابتدى يتوقع السيناريو الغريب في زيادة المسلوسي وعدم ارتداته في الحتة الدفاعية وزيادة فاتوح والحتة اللي وراه حتى لو مال عليه الوينش أو مال محمود علاء في الجهة التانية هيبقى فيه صغرات من العمق للأطراف لعب التلاتة العاديين اللي احنا عارفينهم لعب الأربعة اللي هم بقالهم السيناريو موجود بقالهم فترة من مباراة الإسماعيلي اللي هو أكرم وديونج والسولية وعلي معلول بس المرة دي هو غير فكره في النقافشة أو انسايد رايت ادى المساحة دي لبرستاو وخلى شريف سترايكر ثابت في حتة العمق عشان يوقف زيادة من محمود أو من الوينش أو من محمود علاء وادى ارتاحية كبيرة وتحرك وضوء بمناسبة اللقطة دي بس رجوع ديانجي وش النوى في المطش ده تعرف ديانجي كان موقوف عشان ترضي الإسماعيلي فملاقبش ماتش البنك الأهلي وش النوى بقاله فترة مصاب فرق مع الأهلي من وجهة نظرك كابتو نعم هقول لك الحاجة ديانج أنت مش بتحس أنه مش مش موجود موجود أنت متعود على القوة والسرعة والالتحام والتزديد عنده الإمكانيات دي كان برة هقول لك الديفندر المبدع مش السرعات بس والقوة والتزديد لا والحاجات جديدة اضافت لإمكانيات الديانج الشناوي هتقدر تقول حراس الناد الأهلي كلها أغنية بس الشناوي عنده ثقة غريبة بينه وبين اللي قدامه بينه وبين العشرة حتى لو اتفرقت مع بعض الماتش شوفه هو داخل القوة بيسلم على اللعيبة وبيقول لأفشة يا وحش الحاجات دي بتفرق كتير مع اللعيبة جماعة الكلام ده عامل نفسي كبير بيدي يعني حتى لو فيه أي حاجة لو فيه شوائب بسيطة لموقف حصل في لحظة بتنتهي مع قائد الفريق وأحسن حارس مرمى في أفريقيا ومترشح يا حباب أحسن حراس مرمى في العالم يقول له كلمة زي دي مين فجأك في الماتش ده يا كابتن عمر هتبقى أنت مستغرب شوية أفشة أفشة فاكر قبل كده جينا مع بعض وتكلمنا يا أفشة نازم منك أكثر من كده حسينة شحات أنا عايزك تبقى أحسن من كده يا سر يا إبراهيم أنا تراهينت عليك وعايزك ساب الرهان أفشة اتعامل بفكر اللي هو إيه عمر الأوركسترا ما تشتغل من غير المايسترون ما يشتغل معها بالسنفونية بتاعته كانت كل كرة بيخدموا عليه وكانت وضحة قوي في الهدف الأولين دايير الكرة من علي معلول لأفشة أفشة حطها أسست حضارها السلية ابتدى يشتغل كل كرة كان أفشة بيحط لمساته فيها توقيع أفشة عليه بس المرة دي كان أفشة وظفته في الملعب كبيرة شوية يعني الفيرود اللعيب الغامض اللي تحت الفيرود اللي ليه ارتحية يتحرك في أي حتة ما كانش ملتزم بأننا أضطرف عشان أعمل جملة أوفرلاب أو تيك أوفر مع أكرم لأ كان شغلي منه العمق للفيرود منه العمق على الأطراف لبرستا ومنه العمق العالم العلول سبت الحتة دي يشتغل فيها عالي كويس قوي ده جون شريف بأسست عالمي للسولاية نقول بقى حاجة غريبة معلش يعني الواحد يقول ما فيش حد في مصر بيعمل الكرة دي كده ولا حتى المحترفين غير الوحيد اللي يمكن أنا بس اللي شفته عشان اللي يابت معاه هو عالي ماهر الحاجات اللي متحركة زي دي اي انت تتكلم على الأسست ولا بتتكلم على الجول لا الأسست على الأسست اللي حل الأسست قوي إن شريف ترجمها بهدف ايو صح اللي هي اي بقى انت بتعمل أوفر والأوفر مع التوقع والانقضاض بتاكلينج بالسيطرة على الكرة بهدف جاي كابتن خالد تتكلم كتير قوي على جول شريف ده بقى ولي النجون صعبة جدا بس عدك انت دلوقتي الكرة وقفها أفشى أفشى الوشه الأقرب بس تاكلينج يعني 95% هتقلش 95% يبقى رجله ليمين أقرب أنا كنت بقول لكابتن خالد كده صح اوقع لأي مهاجم هنا هتبرج لليمين الأقرب ان انا بكتمها بجيبها من بره لجوه لا هو أصعب حاجة من الخارجي جون ما هو بقى بص في حاجة احنا بقى في لعبة الكرة ماشية خلاص في التسعة دقيقة جبت ثلاثة جواني لا والله ما كنت ماشي قوي كابتن عم يعني انا عايز اقولك ان الجمهور الاهلي مبسوط بالخمسة بس كان حاسس انه الاسكور ممكن يبقى اكتر من كده بكتير احنا تعودنا احنا اللعيبة المصرية اولا ما بتجيب الجون الاولاني والتاني بتقول مش هيعود جبت الثالث خلاص ماد دخل في الجيم تاني في الجون الاولاني اه بس انت انت قم تمعود بقى وعملت الصح في الرابع اقولك حاجة الانتباع اللي جاء عند الجمهور والنتيجة خمسة واحد انه الستة واحد هتحصل تاني وانه الستة واحد قريبة وبتهيأ لي اكتر نصف المئة مليون حاسوا بالاحساس ده الحداشر اللابسين احمر والحداشر اللابسين ابيض جوة الملعب يعني لما نتيجة قصة خمسة واحد عند في المباراة انا بتهايلي ان كل لعبت الزمالك كانوا خايفين من تكرار الهزيمة التاريخية بستة واحدة ده شيء مفكوش ده كان البعبع الاولاني في الوقت انت كل كورة كان بيحصل فيها كنتر اتاك من الدفاع بتنتقل من الدفاع للهجوم كنت حاسي بقى هجون بستورح باثنين افشا وشريف باثنين افشا وشريف باثنين اه في كورة ما بين علي وما بين افشا لو نقدر نجيب الفرص اللي ضعت بعد ما جدنا الخمسة يعني في كذا فرصة الحقيقة خمس كور كانت محققة اه يمكن كذا فرصة كان ممكن خمس كور وفي ناس يمكن كمان بتاخد على مصر المسلماني في الحتة دي التغييرات انه حاب يأمن المباراة وانه المباراة كانت تساعدة طبعا الرجل اللي كسبان خمسة فطبيعي جدا هو اللي بيفكر في يعني يعني في انه يعمل هزيمة تاريخية ولا بيفكر في انه يزول انت حضرتك عندك ايمن عنده شد بسيط ايوه بدر بقى غير رسمي اه افشا كان بتضرب جامد افشا وصل ان الاحتكاك في الكورة بينه وبنزيزه لما خسرته طلعته نص ساعة لا ده انا خسرته شهر ايوه لا انت في الوقت دوت عايز تغير يعني عايز تطمن على العيد بتاعك بالبديل بتاعه يبقى كويس نرجع باللطة دي تاني ده الهدف ده الهدف ديانج علامي برضو دول شريف يعني ناس محترى شايفة يعني احلى جون من الخمسية الهدف بتاع ديانج والهدف بتاع محمد شريف شريف راجل هداف قاله ديانج اي حد كان بيتفرج شوت ما هي كانت معاك في الشوت الاولاني ودخل الجون لا بلسنج جديدة على قاله ديانج طب انا برضو عايز اقف مع علي معلول شوية يعني في ناس كتير جدا بتشوف ان المباراة دي علي رجع المباراة اللي شاهدت عودت علي معلول لمستوى مرة تانية طبعا مفاش كلام مليون في المية حمد الله على السلامة انا قلت ابلي كده حمد الله على السلامة معلول يعني كتبت في توفيتر حمد الله على السلامة معلول مش علي كان مش بيقدي لا علي كان مركز اوي في الجيم ده كان مركز اوي في ضربات الجزاء يعني حتى اما تصدت وتعادت هو مصمم وحطت فيها القوة مع ان علي في الضربة الاولى عمل الموقف بتاعه بحاجة نرجع للباس ده تاني وعايزكم تجيبولي ترئيسة المسلوس اللي دخل بها علي جوه منطقة الجزائر اهي بوس ادي واحدة دي واحدة طبعا مؤكدة لو ابتدي نهمل اول من عند علي معلول طبعا ده جزء هنعرض الفرص هنعرض الفرص النادي الاهلي هيرفعها اوفر اكرم اهي ده بتاعت عمر السلية ده الهدف ده البانلتي بتاع عمر السلية الهدف الخامس الكرة دي بالمناسبة تستاهل طرد يعني انت شايف انه اللعبة دي وخصوصا المسلوسي كانوا ياخد انذار في الشوت الاولاني ما خدش انذار له في ضربة الجزاء الاولانية ولا خد انذار ولا خد انذار في ضربة الجزاءات التانية لا هو خد في التانية عشان الاولانية كان ممكن يبقى فيهاكرت احمر ان هو اللعبة على رجله دي اставت خبره انا ان انا بجاء الشتت شتت وانا متؤكدنت ان اللعب الخصمير هو Band اشت بسجره عمر في الوقت اللعبة Sabbath سيحة كرة لاه software بيقول في الحتة دي إن الكرة لو عادت خلاص هو عادة دي عادة يعني أقصى حاجة أنا هعمل لي ملحقتش هحلق واخده وأطرد لغاية أما أستبعده عن حتة منطقة الجزاء هي خلاص هنا دي قرلت خبرة بص أول مرة علي يعمل الحجلة بتاعة ضربة الجزاء دي اللي بعد ما تعادت ده اللي تعادت خلاص هو علي بشعاراته وعلي كان بيعمل شعارات مختلفة المراد الشعاراته هو شعار النادل الأهلي أنا بتاعة ده أنا أنا جيت للنادي ده أنا مش بحب غير لو نرجحها من أولها بقى أنا عايزة سروا يا جماعة بص منين من قبل خط النص الكرة دي الكرة دي صعبة جدا 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 عشان توصل كده لبيرسي تاو يعني شابوه علي بصراحة ولو شريف لو شريف جون فرق الصرعات بقى في الحتة دي شريف أسرع شريف أكتف على الجون أكتر هو يمكن كمان بيرسي تاو عارف دي بقى سيد احمد بقى جون عالمي ما تحطش غير في في مدحة في النادل الأهلي وأنا رايح كده أو معاملة بكعب رجلي أكرم خلاص الحاجات دي ما كمش بعملة غير وليد صلاح بس بس خلاص لا انت بص انت وانت داخل خلاص انت الجون طلع يقفل عليك بس في جون كده بنفس الطريقة اللي انت بتقول عليها دي جابوا السلية في نهاي نهاي دولي الأبطال مع كايزة كرة اللي تصليحت له بالكعب هم لقى الأفشي هطبطنا رجله بس دي انت رايح انفراض منك للحارس فالحارس والمدافع في الوقت ده انت بتغير اتجاه الكرة بلمحتك القلية للعب اللي هو أكرم تحتيه على طول أكرم توفيق جون نجوم المباراة من وجهة نظر كابتن عمر الحديدي الحداشر لعب بس انا عندي تحفظ شوية معلش حمدي فاتح يا جماعة فيلم 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 كبير هقعد أقولها هقعد أقولها كتير ربنا ما أكرموش في فترة لتعور فيها قعد فترة طويلة حمدي بيعني اللعب الشامل فرد يقف حارس مارما لبروهايل دفندر علامي بعد طبعا الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في المكان ده أخيرهم طبعا شوئي هو حاجة هيلة مؤدب ما بتشوفش منه تصريحات أو رياكشة معين لموقف بيحصل له في الملعب إضافة جميلة قوي لنص الملعب وخط الظهر التعتمد عليه أنه يجيد في أي مكان يقدر يلعب سرد باك ويقدر عبد الفندر عايز أكلمك عن الطريقة بتاعتمس المسلماني اللي بدأ فيها هو فجأ الجمهور النادي الأهلي فيها من بداية الدوري واستمر عليها في الثلاث ماتشاط خلينا أكلمك هل الطريقة الأنسب اللي نحن نكمل بيها وهل وصلنا للتوليفة المسالية وهل شفت أنه درجة الانسجام وصلت لأعلى معدلاتها في مباراة الزمالك بس خلينا نسمع إجابتك وردك على السؤال بعد الفاصل خد بالك يعني من أنه الطريقة اللي بيلعب بها مصر المسلماني والتشكيل اللي بيختاره مصر المسلماني من أول بداية الدوري طريقة تبدو أنها تميل لأنها تكون دفاعية طريقة تبدو أنها فيها تخفص كبير جدا وخصوصا لما التشكيل يكون فيها سبعة بيميلوا للدفاع يعني أنت لعبت الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك معك أكرم ومعلول عطرفين معك أيمن وبدر في النص ومعك حمدي والسولية وديانك سبعة من أصل عشرة بيميلوا أكتر للنحية الدفاعية ورغم كده نجحت في الثلاث ماتشاط دول لكنك أنت تسجل عشر أداف منهم أربعة في الدرويش وخمسة في الزمالك وده كان سؤال لك كابتر عمر الناس كتير جدا شايفة أنه مستر مسماني متحفز زيادة عن اللزوم وأنه اللعبة اللي موجودة في النادي الأهلي تميل أنه التشكيل والطريقة يكون فيها شراسة هجومية أكتر مع نجاح الطريقة دي في أنك تحقق فوز على الزمالك بخمسة والإسماعيلي بربعة والبنك الأهلي الحقيقة تتوقع أن يكون يعني حسن أسود السندي في بطولة الدوري تتوقع أن الطريقة دي تستمر ولا من الوارد أن القمشة اللي مع مستر مسماني تسمح له أن يغير أنه يدخل عناصر جديدة في التشكيل أنت هتستمر حتة معينة في الملعب سابتا ما تشاهد فيهاش كلام أن أنا أبدأ أحضر من تحت بحمدي وبدري وأيمن هايلا بالنسباله والسورية وديونج ما عنديش أدنى مشكلة أكرم وعلي أنت قلت المجموعة دي ما فيش كلام هتبتدي تكلم عن أفشا برستاو شريف هو بيلعب باتنين بس اتنين فيهم سترايكر رايت وفروت ثابت وفروت ثابت شريف وقفشا متحرك لا تاو هو المتحرك قفشا خلاص ما بقاش يضطرف زي ما كنا بنشوف قبل كده لو جيت فكرت هو قفشا كان يميل في مطش الزمانك أنه حر أكتر لازم يبقى في القلب لازم الرؤية ولازم اللي يوديك للجون يعني في الجون بتاع شريف اللي انت كنت بتتكلم عليه قفشا كمال أكتر ناحية الشمال هو اللي رايح الكرة للسولية اللي عمل بيها الربونة لشريف ولو هو هيبقى الآرب هو يعمل أوفر بالعكس أما لقى السولية عادل نفسه وعمل الأسيست اللي يجيب ده خلاص وقف وقبلها عمل الكرة بتاعت قاله ديانج الباص من علي معلول أسيست عمر السولية الأوفر الوان تو بينه بن ديانج بينه بن شريف هدف الكرة السلول اللي اتعامل من علي معلول لبرستاو الانفراض اللي ضيعت من شريف الهدف اللي جابه أفشى هتلاقيني برضو في الكورمن متفق عليه معاك في كل دا كرة عمر بس الطريقة دي انا مش ضد يعني احنا ماشيين بيها كويس جدا انا كنت بسألك هل تتوقع انه يثبتها لكن برضو في نفس الوقت الطريقة دي عاملة مشكلة شوية في أوراق الأهل الهجومي يعني الطريقة دي انت مضطر معاها تقعد مين هتقعد حسين الشحات هتقعد طهر محمد طهر هتقعد ميك سوني هتقعد عبدالقادر هتقعد عمار هتقعد صلاح محسن هتقعد وليد سليمان كل دول أوراق مهمة جدا وفي ناس بتقولك لا احنا عايزين نشوف الأهلي أكثر مش عارف أكتر شراسة ايه من الخمسة واربعة شراسة بس أكتر من أربعة أنا أقول لك الجملة اللي هتبقى فيها ارتياحية للناس انت عارف الأهلي يا جمهور الأهلي الناس اللي عايز فرجع كورة الأهلي عايزة تشوف عمار وعبدالقادر ومكسوني وبرسيتا وشريف انت كده وصلت لأول الخط السليم وانا بقدي بتاليه تلاتة اربعة تلاتة وبقدي بالأداء ده والخمسة ده الغيارات المناسبة هي دي بقى هنا هتقول اللي انت بتقوله تغييرات موسيماني كم على عشرة من وجهة نظرك في المنطقة خمسة خمسة على عشرة مش عايز قدي تلاتة وقدي أربعة لا هتدي له خمسة كان بيميل أكتر للناحية تأمين ما كانش طمع زيادة بس أنا مش قادر أعرف اللي كان جواه عشان هو الوحيد هو المساعد بتاعه كابتن سامي ياخد قرار في ايه ايمن كان عنده شد مكسوني عشان يقدم اعتماد أوراقه زي برستاو كان ممكن يبقى عمار كان ممكن مكان أفش بلاي ميكر يبقى حمد عبدالقادر بس مكان شريف الطبيعي بقى حصام حسن احنا تعودنا هنشوف كده احنا لعبة كرة او مدربين اتعودنا ان نقول الفيروود بيتغير بفيروود بلاي ميكر بيتغير ببلاي ميكر زيه يمكن حسين بقولك وصل ان اللعب بعد بعد الغيارات للفردية وابتدت تبعد الجماعية في الأداء خلاص بقى عندي يقين بالهدف الرابع اللي جي بعد ما زمالك جاب الهدف الأول لي بقى الرابع لديانج بعد كده بقى الخامس ضربة الجزاء عمر سليا واحرازة علي معلول انت دخلت في حتة معينة انك انت خمسة زي ما حدرك بتقول وصل لكل واحد وكل واحد أهلاوي عنده نبض معين ده احنا نوصل لستة وسبعة انا اطمعت في المباراة دخل فيها التاني والتالت فكرك في ماتش الاسماعيلي نهاية دوري عام تلاتة وتسعين اما كنا كذبانين الاسماعيلي تلاتة صفر اربعة واحد اربعة اتنين اربعة ثلاثة بقت فيها مشكلة ولو دخلنا في الجيم شوية وتصدد ضرب الجزاء كابتن شوبير من بشير هتدخلك في دوامة انت تعودت عندنا يعني زي ما يقولوا ايه مشكلتين مختلفين عن بعض المشكلة الاولى ان النادي الاهل في عزم وبيحرص اهداف كتير قوي بيسيب بيسيب او بيبقى فيه ثقة زيدة عن اللزوم فدخل فيها واحد واثنين وثلاثة وفي عزم انا في اشد الاحتياج ان انا في مبادش البنك الاهلي اجيب جون واحد بس ده انا عايز اجيب الثاني والثالث احنا شوفنا الاداء مكتمل وشامل في مبارات الاسماعيلي مدتش مساحات جبت الجون الاول والثاني والثالث والرابع وقفلت جيمي من غير ما يحرص فيها اهداف دي مهم اوي كنا احنا بنقولها بانه وبن بعض اللعيبة في خط الظهر معنا كابتن شبير احنا ما يهمناش الفروب بتاعنا يجيب جون واثنين ويضيع ويقدر يجيب هدف واثنين وثلاثة سيبه يعمل له عايزه احنا اهم حاجة احنا احنا ما نستقبلش اي حاجة وما نسببش دوشة وعدم ثقة للعبة نص الملعب ان هي هتشتغل شغلها الطبيعي عشان تخلي الهدفين بتوعنا يجيبوا جواه دي مهم كمدافع كابتن عمر ده سببه اي من وجهة نظرك احنا عندنا يعني سواء كابتن شناوي او بدر مع مع ايمن مع ياسر مع حتى ربيعة كلهم اسماء مدافعين من عارة قيل ليش باك الاهلي بتستقبل اهداف من وجهة نظرك حاولها خالح حاجة الكرة الاولينية بتاعت مصاف فتحي كرة من السبات محدش يتوقع التزديد وراحت في حتة بس محدش بيسيف حد يشوت من هنا كابتن عمر لسه بقوله هوق انت سبت من ساحة معانا انشوت من السبات اتنين الزحمة اللي موجودة دي انا ريح نفسي من فوق ريح لو الشناوي مطلعت اشتغل انا بدر وايمن اشتغل الكورة العالية وحمد يفتحي والسلية اخلص الموضوع حصل الدربكة حصل الهدف التالتة اللي انا اعتب عليها لعبة الناد الاهلي ما ينفعش ان احط اسسي في المنطقة الجزاء من اوفر بحضرها لللي جاي اللي جاي في الوقت دي انا بقولها للمحمد هاني انت مش رايح تروح بجسمك انا رايح طاير على الكورة بايع نفسي اصلي ما عندوش الملكة اللي قدامي ده ان هيعمل كده هيغير اتجاه ويرقص او يراوغ انا برمي نفسي على الكورة خلاص انا في الحتة اللي بنسبة 99% اللي هو شايف الجون والرؤية غير مكتملة للشناوي وانا بنقذ ما يمكن انقذه في الواحد في المية دي ان انا برمي نفسي على الكورة هي دي بقى اللي احنا كنا نقول عليها في دقيقة لعبة الكورة دي ممكن نقصة هاني شوية ايه الحتة اللي محتاجة تتطور في اداء وشكل فريق نادي الاهلي عشان اللي جاي يعني من وقع ثلاث مطشوط لعبناهم انا هتطلع افريقيا بره الحسابات انا هتكلم عن مطشوط الدولي اسماعيلي بنك اهلي زمالك ايه الحاجات اللي انت عشر اهداف اه طبعا دخل فيك مجون دخل فيك ثلاث اهداف لا اجيب العشرة ما اخشش فيها حاجة معاك معاك بس انا بصد اقول في الاداء بشكل عام احنا عندنا لسه موسم طويل جدا ومرهض جدا احنا هنرجع من التوقف الدولي ده الاهلي عنده ثلاث مطشوط في خلال سبعة تياب فانت دخل ده تاني في الدوامة بتاعت الموسم اللي فات شئت ام ابيتك كل يومين مارس اه هتلعب تسعتاشر واثنين وعشرين وخمسة وعشرين مقاولين غز محلة سموح ثلاثة واربعات فبالتالي اللي انت عايز تشوفه عندنا فترة فيها توقف بالتأكيد مستر المسلماني اهو خمس تيام راحة بس هيشتغل مع الفرقة اللي حابب كابتل عمر يشوفه يتطور في اداء الاهلي في الفترة اللي جاي اللي من الدقيقة عشرة للدقيقة تمانية وتلاتين اشوف النادي الاهلي التسعين ديها كده استحواز اتكام على مطش شوط اول في الزمالك الاستحواز والاداء والنقل والكرة والإبداع كل حاجة حلو هو ده النادي الاهلي يعني انت شايف انه نص الشوط الاولاني ده النموذج اللي الاهلي يشتغل عليه للمسلم كله الاهم من الكرة روح لعيبة النادي الاهلي الروح مش في الاداء الروح في ساعة الهدف اما شفناه كل اللي عدكة كانوا فين كانوا عند شريف كانوا عند ديانج هي دي الروح دي تبقى من اول ديئة لتسعين ديئة بيحصل فترات رقود واستحواز خليها بقى بدل ان انا بدلا ما افقد الكرة اخلي الكرة هالي تتحرك يعني امسك الكرة وانقل المنافسة السنة دي على الدولة شايفها ازاي هتبقى كتيرة هتلاقي حاجات كتيرة بتحصل في الملعب غريبة الشكل ده بيكسب وده مش متعود ده كاسب المطشي الاولين لتلاتة صفر وراح يلعب فرقة لسه صعدة او كانت بتلحق نفسها في الاماكن المطمئنة جوه الجدول بتكسب بالتلاتة ايه الموضوع هو مين بعيده مين بس الفرق اللي مش هتلحق تلم عدد من النقاط بالذات برا الاربعة الاوائل هتلاقي عنده صعوبة ان يجمع دوت في الدرق التاني مين الاربعة الاوائل من وجهة نظرك مين الفرق اللي هتنفس على المراكز الاربعة الاولي يا حلاس انت هتقول الناد الاهلي طبيعي مفهاش كلامي يعني ناد الزمالك هتلاقي برامدز هتلاقي مفيش حد بقى ملفت للانظار هتلاقي فيوتشر افسي احنا حزانة على الاسماعيل اللي هكنا بنشوفه تملي بيبقى موجود هتلاقي الماولين ان احنا متعواضين من عماد النحاس اداءه اللي احنا شفناه اول سنة كان عامل ابداع في الاداء هتلاقي مفاجآت في اللعب فرق بتبقى خسرانا ثلاثة والماتش اللي بعده كازبانا ثلاثة لا فيش فرقة واضح انها لفتة نظرك او حس انها تقدم موسم قوي السنة دي الغريب او اللي انا اقول عليه شابوه للالتزام ربطة الاندية وقرار عماد متعب احد اعضاء اللجنة ان الدوري يتلعب بالانتظام ده تملي عمرنا ما شفنا اهل وزمالك بيبقى في اسبوع التالت عمره ما حصلت لأ الالتزام والتصميم ان العبنا دور التالت وظهر النتيجة دي الدوري كده هيبقى مولح نتملي بنستنى ماتش اهل وزمالك يا الاسبوع الحداشة الاسبوع الاثناشر يا اخر ماتش في الدوري تتوقع انها تكون نسخة الدوري الافضل على اطلاق يعني السنة دي شايفين غير وجود الربط يعني يحصل طبعا 21-22 هتتبقى مختلفة عن كل الدوريات عملي كده مين حسن اسود اقول ان كابتن خالق جلال نقى مجموعة كويس قوي كميتها لايئة على بعضها اللعيبة كلها كل واحد جايبه من كل فيلم اغنية من ندي هيعمل تبلوغ عالي اوي مع الادابة على لعيبته اللي ظهر الفترة اللي فاتت اللعيبة اللي هتقعد على الدكة الفترة اللي جاي او اللي هتبقى عندها صعوبة نوعا ما انها تاخد فرصتها تقولها يا كابتن عمر اقول له اصبر عشان هي هجيلك بس اهم حاجة وهي جايلك تبقى انت جاهز انك تعلن عن نفسك دي مهم اوي انك انت وانت موجود بتقدي استبعدت مثلا ورجيت ترجع اثبت للناس ان انا ما كنتش بعيد انا موجود بس اثبت ان انا ما عودش تاني الفرصة هتبقى صعبة السنة دي اوي اوي كل واحد عايز يفحر لنفسه اسم في التاريخ الجديد جوا متحف النادي الاهلي اللي هيتعمل من المباراة اللي فاتت انقل معاكل منتخب مصر عندنا مواطشوين مهمين جدا مع الانجولا اولا برا وبعد كده نرجع نلعب مع الجابون تقيمك لمستر كارلوس كيروش انا مش عاق يعني مش هادر اقول انه خد الفرصة الكافية للتقييم او للحكم عليه لكن الحقيقة الراجل جي في الظروف صعبة شوية والترتيب بتاع منتخب مصر وظروف المجموعة كان الى حد ما معقد لكن قدر يصح اوضاعه وقدرنا بسرعة نحس انه لا فيه فرق في شكل المنتخب شايف بصمة كيروش ازاي مع منتخب مصر وشايف ازاي المطشوين اللي جايين كفرصة قدام كيروش والمنتخب بصة سوزاحمة اول حاجة اللقطة بتاعة مستر كوروش والمجهاز الفني المعاون ليه المصري خد نسبة 20% في اداء مطش ليبيا خد حتة معينة من امكانيات لعيبته خلاص وصلنا لان احنا اتفرج على اول 3 اسابيع من الدور العام تلا يحط عني للمفاتيح اللي لها كيان كبير في اداء فرط المنتخب مش هقول ان متأخرة افشا وشريف دي من الاول لازم يكونوا موجودين اتنين هيحصل نفس الغلطة دي تاني اللي حصلت مع افشا وشريف ان انا استبعدت زيزو وطارق ورمضان يا جماعة قبل ما انا افكر ان انا استبعد اي لعيب لي اسمه لي كيانه فرقته لازم يبقى فيه قعدة معاه قبل ما اعلم ب3 ا4 ايام دي الثقافة النفسية للعب نفسه ان انا اعود معاه مثلا انا اعلنت بعد موضش الزمالك قبلها بيومين اعود اتكلم معهم لاداهم كويس طب هما كانوا هايلين لو هما كانوا هايلين كان هايدهمهم ولا هو واخد في قرار ان الاستبعاد المجموعة دي كانوا واخد في قرار ان الاستبعاد التلاتة دول تفسيرك لسبب الاستبعاد ايه من وجهة نظرك يعني هو لما استبعت شريف وافشا كانوا الاثنين مقدمين موسم قوي جدا وحتى في المباراة والديل العيبها المنتخب قبل المطشيب بتو عليبيا شريف كان متقلق ومسجل ويعني وعمل كل حاجة في الكور بتشوف الراجل ايه الرسالة هل في رسالة بداية عايز يبعثها ولو في رسالة ايه هي الرسالة دي ممكن اقول لك الشيء اللي هو قاله في المؤتمر كان غير مقنع للشعب المصري هو ما قالش حاجة في المؤتمر ما قالش حاجة يعني ايه اللي انت قلته ما انت ما فيش شيء مقنع تقولولي عشان اقتنع الاستبعاد لاتنين دول انت دلوقتي بتعيد نفس الموضوع مطالب بانه يقدم مبررات مقنعة ولا هو يتحمل بدن بيتحمل المسؤولية بقى هو صاحب القرار الوحيد دلوقتي مع استاذ احمد وهو متحمل المسؤولية واجاد خلاص استبعد بقى ان انا اتكلم معاه في اي حاجة ويسيبه يدير زي ما هو عايز لأ ما انا هسيبك تدير انت المدير الفني وانت صاحب القرار انت اللي ادأك بيقول انك انت لو كنت في ماتش ليبيا ما قدتش قرارك موجود الكلام ده في العقد انك انت كنا نقول لك شكرا مع السلامة وهتفكر في مدير فني جديد السيفي بتاعه بيقول وبيقول وبيقول قدت بتلات اهداف في ملعب احنا عمرنا ملعبنا على الترتان بالاداء دوت وبالشكل دوت 3-0 احسن بكتير من الاداء اللي ظهر في ماتش مصر في استاد القايرة وكسبنا 1-0 طب ايه كويس اوي اللي جاي بقى المفروض بقى ايه انك انت جمعت امكانيات اللعيبة في قبل الماتش بتاعليبيا بنسبة 25% وصلت دلوقتي 35% 40% عرفت الكورة بتاعو كيمية لعبت المصريين بتتلعب ازاي عرفتها المطلوب ان احنا نشوف بقى نبزة من امكانيات المدير الفني تنطبع على اداء اللعيبة ماتش عجورة صعبة يا كابتن عمر في الظروف دي في التوقيت ده شايفها ماتش صعبة على المنتخب بص الامكانيات اللعيبة اللي موجودة تعلق كافة منتخب مصر تعلق كافة منتخب مصر كويس بس في نقطة هو الاهلي ما بقى كويس منتخب مصر بقى كويس كابتن عمر بجد والله هقولك على حاجة يعني مش تحيز للاهلي يعني بس كان في مرة مرة اصول احمد كنا موجود كان مدرب روماني كان موجود اسمه رودوليسكو رودوليسكو اه كان معاه الله يرحمه الدكتور محمد علي وكابتن هاني مصطفى خد الستاشر لعيب اللي موجودين في مواتش الاهلي والبلدية هو اللي ضموهم قال لك جميع اللعيبة بالغيرات هي اللي هتنضم الناد الاهلي هي في وجود كابتن حسن شحاته الفين وستة والفين وثمانية والفين وعشرة كان لعيبة الناد الاهلي عالية قوي قوي وكانوا موجودين ولعيبة كلها كانت بتجيد ولعيبة كلها كانت امكانية احمد فتحي ولا واعل ولا شادي لعيبة كتير انت في الوقت دوت كل ما اللعيبة عندها التزام وكل اللعيبة ما عندها اداء وعندها ثبات انفعال في اداءها وثبات في المستوى هينطبع على منتخب مصر طبع اللعيبة اللي برا بتيجي في وقت دا بتنسامج بتندمج مع اللي موجودين كويس قوي طيب واللعيبة اللي في مصر هما العددها الاكتر هي اللي موجودة اكتر وهما اللي موجودين بنسبة 9 لعيبة او 8 لعيبة موجودين في الملعب هما اللي بيزيدوا ثقة للعب المحترف اللي جاي مباراتة احتمل تجارب يعني يعني الراجل مش هيبان منه شغل اي حاجة هو مش عايز غير من المطشين الستة بونت عايز من المطشين الستة بونت بعد كده يقول ويبدع ويعمل الخلطة ويطبخ بطريق طو احنا كلنا هنقول ايه احنا دقنا قبل كده يعني يمكن يعني هقولك شوية يمكن الى حد من الناس بتفكر ازاي جمهور يعني جمهور الكرة بفكر ازاي جمهور بونت الكرة مش فارق مع الستة بونت جمهور الكرة عايز يتطمن على المنتخب للاصعب اللي جاي بعد كده سواء كاس امم افريقيا وسواء المواجهة الفصلة مع تصفيات كاس العالم ده بالنسبة لجمهور الاهم المنتخب ده في الفترة القليلة اللي فضلة دي شهر ونص تقريبا هيروح يعمل حاجة في كاس الامم ولا هيروح يقول سلام عليكم طب عليكم السلام المنتخب ده لما يوصل من الواجهة واحد من الخمسة الكبار المغرب الجزائر تونس كاميرون نيجيريا كاميرون تقريبا مش تصنيف مش من الخمسة الاول مش فاكر المنتخب الخمس مين بس هم اكيد الشمال الافريقي كله جزائر تونس مغرب ومعهم نيجيريا والسنغال السنغال تصنيف خمسة كبار فعايز تطمن لما تروح توابلها واحد من الخمسة هتعمل ايه ده دي علامة الاستفام المهمة بالنسبة لجمهور الكرة في مصر اقول لك بقى علامة الاستفام هي علامة الاستفام للشعب المصري والاجابة الغريبة ان احنا بنجيد اللعبة مع الكبار احنا بنجيد اللعبة مع الكبار هنلعب مع الاسماء الكبيرة دي وتحطط على ضغط بنقدي اداء غير طبيعي هتلعبني مع فرقة لها اسمه اه بس متواضعة الامكانيات هتلاقيني بنزل لها مش هي اللي تطلع عليه وحاجة تتكلم في المطلق في العام ولا ارجع عجيبي القديمة مش عايز بس تفكر الناس بحاجات توجع يعني نروح نلعبنا مع روسيا وروح نلعبنا مع السعودية وروح نلعبنا مع رجوية ما كانش فيه محد من الكبارة يعني حط رجوية في حتة لوحدها ما كناش كبار يا كابتن عمد مش القصد دول كود فوار والسنغال وكاميرون وجزير والمغرب تلات فرقة بتوش ما قال افريقيا بالذات مغرب جزير تونس ليك فكر معين معهم مختلف بتقدي معهم اداء مختلف رغم كلهم مختلفين ومكسرين الدنيا فرق اقول لك حاجة تانية انت انا قلتلك الخمسة حسب التصنيف دلوقتي مغرب جزير تونس السنغال مين الافضل من وجهة لا نيجيريا مين الافضل يعني مين الدولة اللي تحب انك انت تتواجهها في مرحلة التصفيات جزير الجزير فيه كاميا كده فيه كاميا كده غريبة بس جزير فيها أو السنين وما ليش دعوة والله اما بحط في حساباتي ان هما بيبقوا كويسين ببقى انا كويس قوي اما بحط ان انا بتفرج عليهم مش عدم ثقب ولادنا والله خالص بالعكس انا شايف انه منتخب الجيل ده يعني انا شايفه يوصل يوصل عسرع من كل الجيل اللي فاتت يوصل بعيد كمان في كاس العالم بس محتاج شغل محتاج حد يشتغل عليه التوليفة والانسجام اللي انت متعوده شفته قبل كده اللي انت بتشوف دلوقتي قلق فبقيت الثقة بدلا ما كانت مية في المية بقيت قلت بنسبة عشرين أو تلاتين في المية مش عايز اقول خمسين لا بقت ستين في المية طب وليه ما وصلش للتمانين ومع المشاط تبقى تسعين واشيل حتة الخوف من قلوب المصرية هي ماتش بالاداء ده بالالتزام ده بالاستحواز ده بنسبان السيرك زي ما بنوب لعبت الكورة بيخليك من جواك مطم طيب تعال نروح معك لشوية ذكريات كده نفتكرها مع بعض طيب خلينا نشوف الصورة دي وانا قاعد بتشير تراويات ده كان الكابتن جوهري ماسك منتخب الأردن وكانوا هيلعبوا ماتش وكنت أنا ماسك فرقة الجيش 93 اللي هي فرقة روئة وحسام حسن والوينش وكنت كسبت 4 و 1 وكان الكابتن جوهري موجود هو أبو تشير تبيجي نسند عليها الله يرحمه والصورة اللي أبلاها دي بطلت أفريقيا أول مرة في حياتي ألبس مادليا 93 أما كسبنا أفريقيا سبور في الصدقاء راحت صفر ستسكن أي وقتها كابتن عم مش مسدى أنا أنا ملعبتش أنا الماتشات كلها أنا برا لعبت الماتش اللي هناك والماتش اللي هنا كابتن طرق السليم رحمة الله علي بيقول لكابتن هاريس إحنا عايزين نلعب هناك بتلاتة كانت طول عمره بيلعب باربعة أول ماتش يلعب بتلاتة لعبت أنا والكابتن عالي عب صد والكابتن جامل السيد نروح لسورة تانية لا لا قبل دي ليه عدناها دي دي نجوم النادل الأهلي طبعا فليكس فليكس طبعا وعمر الحديدي كابتن شوبير عدل عبر رحمن كابتن عادل ده هادي وكابتن يوسف وسمع عربي وليد صلاح أحمد عبد الفتاح ده ياسر ده ياسر ريان ياسر ريان اللي ما بين وليد وأحمد عبد الفتاح اللي بين أبو الدهب وبين ياسر أنا مش مش شايف الصورة يمكن أنا مش جايبها صح دي الصورة الأولى دية وأنا موجود مع مستر بيتر شيلر الخبير النمساوي اللي الأهلي جابه وحضر معنا في المنتجع في مرسى مطروح وكان الراجل بيكرمني ساعتها الصورة الثانية دي الدورة وكاتو بتصورنا وكاتو شعب شافي ودكتور محمود سع الصورة دي وأنا مع غزل المحلة بالفلينة الحمرم وكاتفيات بيضة كاس أفريكيا الصورة بتاعتكابتن جهري أي طبعا أنت قدت دايما المتعودين تروحوا معسكرات خالجية قبل أن المصري تبدأ كابتنا لأ كانت أول مرة كنا مدربين وكان الكابتر رمضان جاي بلينا مستر بيتر شيرر النمساوي يحضر ستين مدرب بتوع الأكاديمية واللي عايز يخش من قطاع ناشئين يستفد من أنكانية الراجل دي فرقة لتحاد سكنداري وأنا موجود معهم كوفتة وأشرف عفحليم وشريف علي ومحمد إبراهيم وكرم مرسي ومرعي مع أولاد جيلك يوسف حمدي وشرف دي أفريكا سبور 3-2 يا الأهلي برضو استفن الله الاحتياطي كانت خضره عشان هم كانوا مصميم عبد الجليل أهو على يمين أهو تحت جمال السيد وكابتن حسام وكابتن شبير لا اللي جنب عبد الجليل جمال السيد انت بتي من فوق كابتن جمال السيد وكابتن شبير كابتن عادل كابتن يوسف الحديدي كابتن بريم حسن كابتن علاء طبعا ياسر ريان كابتن قصام من أعرب حد كلمته منهم كافي بينكم مكلمة أو كافي بينكم معابلة أعرب واحد كنت بتكلمه هو جمال السيد بس اليوم دوت كأنه أنا نازل بسخن كابتن بريم حسن تمال كنا بنربط إيدينا بأساور هنا بتاعة اللصة بلصة دي قال لي تسمع اللي أنا هقولك عليه كابتن العرب صديق قال لي جوه السندوق عندهم فروط طوله دي تقليتلي في الماتش اللي هناك وتقليتلي هنا بس كان عندهم لعيب في نص ملعقة باسمه قال لانسيرجي ماجي كان راح للمدريد الفروط اللي عندهم كان أخوهي صفانة مية أربعة وتسين سنتي وكنت بلعب على واحد يعني قطر رقابته يعني يقول إيه اسمه أحمد وطارة طيارة كنت نفسي ومنعيني أن أنا أقول أن النادي الأهل لما جاب لعيب من المحلة وكان جمال السيد من سكة حديد إحنا اللي اتنين والوحد اللي كنا موجودين في الملعب في الوقت ده جايين منتقلين نسبة أننا صفقاتنا دي صورة طبعا عن ندي الأهل ده رينر هولمن تعور في العضلة الخلفية ومستر هولمن صمم قال لكابتان أحمد مية رحمة الله عليه أن أنا عايز أخلي عمر يخش في الماتش قبل قبل ما نبدأ البطولة العربية كانت في 95 وكان هو اللي موجود ساعتها معايا وقال لي قوم سخن رغم أن كان الفرق الوقت دوت كان عايز يجب أن نبقى في الملعب لعيب نفروت في الماتش ده قال لي نعزي بس التنسانيات فترة الألمان أول سنتين كان مستر هاريس ثاني سنة مستر هولمن ثالث سنة كان زويتسا قبل زويتسا كان منتخب كنت أنا ساعتها منتخب لا مش دترتش زويتسا زويتسا كان في التنسانيات لا أنا موقف الكورة نورتنا كابتن عمرو أسعدتنا بشكرك جدا على وجودك مبروك مرة تانية القمسية تهدي الفوز ده المين بالمناسبة بص أقول للمبدعين للي عمرنا النبض الطبيعي للروح اللي بقية لنا بعد قرار ربنا في قبض روح أي حد جميل النادي الناس دي تعبوا وتحرموا اللي موجود في البيوت أو اللي موجود في الشوارع أو اللي موجود في المدرجات ما تتخيلوش أما بتكسبه وبتسعده الناس دي طبعا طبعا مصدر فرحة أساسي محدش يختلف إنه إحساس السعادة والفرحة اللي بتتولد من انتمائك وحبك وتشجيعك لنادي الأهلي لا يقارن بشيء تاني مبروك الخمسية نورتنا وشرفتنا كابتن عمر حبيب أستاذ أحمد أنا لاتشرفت بجيء مع حضرتك ربنا يا كريم بذكر حضرتكم على المتابعة ونلتقي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله على شاشة الأهلي دايما على كل خير في السادسة تحياتي لحضرتكم شكرا للمشاهدة